نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال مد السناء إلى الدنى وغيوث رحمته أسان نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال مد السناء إلى الدنى وغيوث رحمته أسان يمتد تاريخ السقايا إلى ما قبل الإسلام وقد كانت محصورة عند جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب بل أنها جلست لديه فترة طويلة حتى بعد ذلك أعطاها المصطفى عليه الصلاة والسلام في فتح مكة إلى العباس وأبنائه وبقيت لديهم فترة طويلة أيضا ثم انتقلت إلى آل الزبير وبقيت لديهم فترة ثم عندما كتر الحجيج وزاد عددهم احتج إلى إدخال كثير من الأسر المكية لنيل هذا الشرف العظيم وسموا بعد ذلك الزمازم من أرض ما كتم شرقان كالكون زينه الهلال شهدية الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا رجعنا سوا على هذا البرنامج الجميل برنامج المركز وحنكمل معاكم قصص عن زمزم وزي ما تعودتم معنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقات الخاصة بزمزم حبيبنا المهتم بزمزم الأستاذ أبو علي حسن محمود أبو الفرج حياك الله يا مرحبا يا مرحبا كيفك يا هلا خير مصوت يا مرحب ما شاء الله نورك الله يسعدك السريح الله يكرمك أستر عليك إن شاء الله ما شاء الله الله يكرمك كيف حالك يا رب لك الحمد خير مصوت وعافية وبارك في جهودكم إن شاء الله الله يكرم رقائةنا السابقة ما شاء الله تبارك الرحمن اطرقنا لزمزم بداية تاريخه وموضوع البير والثقايا وبعض الفضائل لكن كنت بين الفينة والفينة أسمعك تقول عندنا في الزمازمة وكنا نستقبل الحجاج وعندنا مكتب الزمازمة فأعرف موضوع هذا الزمازمة أو هيئة الزمازمة وماذا تسموه عندنا؟ يعني دعنا نقول من هم من هم الزمازمة يا سلام عليكم إيوه نحن نتكلم عن الزمازمة ونتكلم على مكة ومهن مكة سبحان الله مكة فيها مهن لن تجدها في العالم كله إلا في مكة إلا في مكة يا سلام شوف التميز هذا إيوه يا سلام ما حتسمع واحد اسمه مطوف في دولة تانية يا سلام لو فين روحت هم المطوفين عندنا عندنا هنا ما حتسمع شيء اسمه سيدانة يا سلام وفي نفس الوقت الزمازمة هذه من المهن اللي تتفرد بيها مدينة مكة المكرمة اللهم الله يعنورها مين هم الزمازمة الزمازمة هم اللي قائمين على السقية هذه وهذه السقية يعني هي مهنة شريفة مهنة عظيمة من أشرف وأعظم المهن أنه نسأل الله أنه يديمها علينا يا سلام وأنه يكتب لنا أجر سقية الحجاجة الله أكبر ضيوف الرحمة يا رب يا رب فأشير إلى هذه المهنة في القرآن الكريم بداية في قوله تعالى أجعلتم سقية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر يا سلام هذه إشارة إلى سقاية الحاج الحاج التي هي السقية وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لآل العباس اعملوا فإنكم في عمل صالح يا سلام جاهم هم بيسقوا قال لهم اعملوا فإنكم في عمل صالح يا سلام وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقيموا على سقياكم فإن لكم فيها خيرا يا سلام أقيموا على سقياكم تأييد للعمل والمهنة تأييد للمهنة وإنها فعلا هي مهنة شريفة يا خير أيوة فمن هم الزمازمة هم الناس اللي كانت بتعمل في هذه المهنة طبعا المهنة اطورت بحكم التطور اللي حصل فهي بداية كانت زي ما قلنا احنا في الحلقات السابقة كانت قائمة على آل العباس وبعد كده آل الزبير وبعد كده مع ازدياد الحجاج ومع يعني التوسع استعانوا بناس آخرين ضمن تنظيمات معينة فكان احنا عندنا عدة تنظيمات أهم تنظيم صدر لمهنة الزمازمة طبعا كانت فيه السكوك والتقارير اللي تنظم يعني الآن الزمازمة كل زمزمي كان مخصص يعمل مع مطوف حلو ويسقو جنسيات محددة عساس لا يصير نوع من التداخل ونوع من الأيوة فكانت المسألة فيها تنظيم التنظيم هذا بيسوله حاجة اللي هي التقارير يا سلام ترفع من أجل ايش ايوة توضح الترتيب الحاصل ايوة التنظيمات إنه مثلا الزمزمي فلان هو يقوم مع المطوف مع بجاج البلدين بجاج دولة مثلا مصر دولة السودان وبهذا الطريق لما جانا ننظم تطورات المهنة في عهد المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله رحمه الله أول ما دخل مكة صدر حاجة اسمها بلاغ مكة ايوة نعم وهذا بلاغ مكة كان في العدد الأول من جريدة أم القرى نعم بلاغ مكة كان هو بلاغ لأهل مكة وللعالم الإسلامي كله يا سلام الآن هذه الدولة الناشئة أصبحت هي قلب العالم الإسلامي الله أكبر وأصبحت هي أهم دولة أراد الله أنها هي أهم دولة في العالم ديبها من الله عز وجل للمكانة هذه فالله فتح عليه وأصدر بلاغ مكة كان من ضمن بلاغ مكة الإقرار لأهل المهن الموجودين وأهل الله أنهم يبقوا على مهنهم يا سلام ما لم يثبت بالحجة أن الشخص نعم لم يؤدي غير أهل لها يا سلام فكان هذا بداية تنظيم مهنة الزمازمة والمطوفين والمطوفين أبشرك العدد دا كان معنا في لقاءة في حلقات قادمة قرأناه أم القرى هو العدد قرأنا فيه بيانها والله أنا جايبهم معي بس بما أنه كانت حلقات عن التوافة أنا جايبهم معي بس بما أنه قرئ فأيضاك الله خير وله أنا عيده فهنا هذا كان أول تنظيم لإثبات المهن لإثبات المهن لقاءها لأهلها لأهلها ترى الكلمة الأخيرة ما لم يثبت بالحجة أنه لم يؤدي أيوة يعني أنه ما لم يثبت بالحجة أنه غير مؤهل لها ياسر شوف حرصة جودة نعم كلمة الجودة هذه مهمة أيوة جدا أيوة وبالحجة يعني مو أنه مجرد أيوة أيوة أول في داخل الحرم نفسه نعم وقوموا بالسقية في الحرم وفي مكة للحجاج في مساكنهم بالوسائل المتاحة في ذاك الوقت نعم أيوة فطبعا التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة يعني نحن في حركة مستمرة فصدر تنظيم آخر لمهنة الزمازمة في عام ألف وثلاثمية خمسة وثمانين هجري هذا صدر مرسوم ملكي ويمكن أنا في الحلقات السابقة قلت أمور السقية كانت دائما تصدر مع قمة الهرم فكان ما ينظم السقية مراسيم ملكية يا سلام يعني ما هو اهتمامات عالية جدا اهتمامات يعني الدولة وضع جل اهتمامها وتركيزها على سقية ضيف الرحمن نعم فصدر التنظيم اللي هو في عام خمسة وثمانين هجري لعادة تنظيم أعمال الزمازمة وتحديد بعض الرسوم وبعض ما يتعلق بهذه الجوانب وصدر في عام ألف وثلاثمية سبعة وتسعين برضو صدر مرسوم ملكي آخر تنظيمي وفي عام ألف واربعمية واثنين صدر برضو مرسوم ملكي بأنه يبقى على مهنة الزمازمة وبحيث أنه يبقوا في مهنة السقية خارج الحرم للحجاج في مساكنهم لأنه مكة توسعت مكة أول كانوا يقوموا بالمهنة يعبوا الزمزم من الحرم والأحياء تحيط كلها حول الحرم أنت تغطي الأحياء ويتغطي الحرم معاك لكن مكة توسعت والمباني اختلفت والدولة وضع اهتمام على مكة وعلى الحرم وحصلت توسعات في الحرم فمعد هو البير والسقية والدلو والمور هذه تغيرت فطبعا تم الخلاوة الخاصة بالزمازمة دخلت من ضمن مشاريع توسعة ودخلت تغير شكل الحرم فأصبح الزمازمة مكلفين بالسقية للحجاج في مساكنهم في بيوتهم تمام ايه وفي عام 1403 صدر طرار وزاري بناء على المرسوم الملكي اللي هو في عام 402 صدر وقتها الله يغفر له ويرحمه وزير الحج الشيخ عبدالوهاب عبدالواس رحمة الله عليه بنشأة مكتب الزمازمة ما شاء الله الزمازمة كانوا شغالين كل عائلة الحالة هذا السؤال اللي كنت بأسألك هل كانت الموضوع عوائل هل فيه اشتراطات اللي بده يدخل في موضوع الزمازمة ايه وطبعا هي عوائل ولكن وفق تنظيم طب ايش رأيك نسمع التنظيم ده بعد الفاصل طيب ايه لانه نبني بحر تاني سو ايه مشاهدي الكرام نذهب الى فاصل ونعود سويا فانتظروها من ارض ماكت مشرقا كالكون زينه الهلال اشتركوا في القناة 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 زينه الهلال شادي الكرام هنا نحن نعود بعد الفاصل عشان نستكمل القصص الحلوة مع حبيبنا ابو علي كنا نتكلم كيف انه جاء المرسوم وحول مسألة انه كانت الخدمات موزعة على العوائل واصبح هناك مكتب تدار به هذه السقايا نعم اتفضل ايو فال في عام 1403 حلو صدر القرار الوزاري بانشاء مكتب الزمازمة الموحد ضم جهود العوائل هذه المتفرقة اللي كانت كل عائلة تعمل لحالها نعم تحت مضلة مكتب واحد طبعا التغيير هذا في البداية يعني شوية ذي كان في نوع عدم قبول عدم قبول عدم وتقريبا يعني اي تغييرات صحيح بتمر يعني كثير من التغييرات جديدة عليهم نعم اللي بيتصادفنا احنا في الحياة في البداية بنقاوم لكن بعد فترة نقول فينا الامور من اول يا سلام ففعلا توحيد الجهود تحت مضلة وحدة كان اول اللي يحكم الموضوع لينظم شيخ طائفة الزمازمة مثلا ايو اللي هو اسوة بباقي المهن فكان اخر شيخ كان الله يغفر له ويرحمه العم صالح ابو غليا كان هو اخر من حمل لقب شيخ الطائف ايو ايو فبعد كده اصبحت المسألة منظمة مكتب ومجالس ادارة ورئيس مجلس وموظفين والامور تغيرت فطبعا العمل السابق كان يتم بتقديم الخدمة الطرق التقليدية الموجودة في ذاك الوقت ايو مع الامكانيات الموجودة الامكانيات المتاحة فكانوا يقدموا الخدمة من داخل الحرم كل عائلة لها لها خلوة حلو محددة باسمها وبيعملوا فيها وبيشرفوا عليها كانوا موجود فيها طبعا هذا الخلوة يعني عشان بس الجمهور يكون معانا في الله هي زي الغرف زي الغرف طبعا يعد فيها الدوارق والتعبئتها يتم تجهزية والتبريد طبعا هذه المرحلة ما لحقتها لا تخاف أنا لحقتها ولكن ما بلغونا هي الكبار انه كانت وزي الغرف الصغيرة فيها الأزيارة المغربية هذه الكبيرة الأزيار هذه شفناها تقريبا الزير كبيرة كانت تشيل ما يقارب 200 لتر كانوا يعبوا بالقربة من البير ويصبوا اللي كان على البير يسموه جبات اللي كان يجب دلموع يجب دلموع ويعبيها في القرب وبعد كده يروحوا يصبوها عشان تبرد تبرد طبعا يبخروها بالمستكى يا سلام ويبخروا الدوارق الدورق إن كان سمحت لي إنه هذا هذا دورق أصلي هذا دورق أصلي هذه قطعة أصلية يعني من هذاك العهد أو العام سنع أنا لقيته يعني فيه بعض المهتمين بالتراث فهذا الدورق اللي كان معمول به في السابق طبعا ما يعني دورق الدورق اللي هو زي ما تقول هذا الجرق قطعة الفخار قطعة الفخار اللي كانوا يسقوبها الحاج وهذا الوسم حق العائلة آآ ما شاء الله كل عائلة زي ما تقول الآن العلامة التجارية حقك لأن الدوارق كانت تدخل على بعضها آخر اليوم كل واحد يأتي والذي عنده دورق الثاني يعطيه خلاص كل واحد يأخذ دورق حقه يتعبى وإحيانا مثلا إذا أنت سويت سبيل لأحد أو شيء تكتب اسمه حلو يكتبوه طبعا بالقطران بالمسواك كده ما شاء الله يعني كان فيها سبيل فلان آدم كان فيها شغل مجهد وهذه تتربط كل عشرة بحبل ويشيلها الزمزم على ظهره وهي مليانة وهي مليانة ومقفلة بايش بايش هي زي الليفة هي سلام منها أنها ويوزعوها على بيوت الحجاج في رمضان يعطوها على بيوت المطوفين وسبحان الله لا تأتي في وسط تصير باردة ومبخرة تصير باردة ومكة يعمرها حار الناس عندما تلقى الزمزم بارد ويضيفونه نكهة البخور المستكى ولا الكاري وهذه العادة إلى الآن عند المكيين نعم ما في شكل أنه يبخر موية الزمزم ما شاء الله فهذا الدور هذه زي ما قلت لك هذه قطعة أصلية يعني حلو كانوا من هذاك الزمان يعني من هذاك الوقت كانوا يسقوا بها طبعا كأنني أتذكر أنه كان فيه كان فيه مقاس أكبر اللي يحطوا على كتف ويسقي منه أيو هذا اللي كان أو يحطوا هنا بس هذه خاصة بعمل الزمازمة حيلو أيو فيه اللي هي كانوا يعني هذه إحنا ممكن شفناها كانوا يدوربا في الأسواق وفي هذه هذا موضوعها آخر يعني لكن هذه اللي كانوا مثلا كانت السوقية شغالة فيها طبعا هذه كانوا يسووها الفخارية في مكة يعني الزمازمة كانوا على علاقات بمهن أخرى ما شاء الله يعني كان شيخ الفخارية أبو لبن اسمه ما شاء الله كان هو اللي يسوي موضوع الشراب هذه والدوارق ويعطيها الحاجة الثانية اللي كانوا ينقلوبها ومن المهن اللي كانوا فيه تعاون مشترك اللي هم السمكرية كانوا يجيبوا التنك أيو يجيبوا التنك طبعا هذه الطاصة اللي يسقوا فيها يسقوا فيها حلو ايو يصب الزمزم فيها ويشرب الحاجة ويشرب الحاجة وهذه هذه قطعة كانوا يسووه أول لنقل الزمزم للحجاج لما يجوا يسافروا يشيلوا معاهم يعبوا له في دي يعبوا بهذه يقفلوه يجي السمكري يجيبوا التنك ويسووه بهذا الشكل وحطوه من جوه مادة زي الشمع أو حاجة يعني لا يصدي حلو ويعبوا له هي زمزم ويختموا له خلاص زي كده ويشيلها معاهم طبعا الحاج يروح بلده يفكها ما يشرب هذه سبحان الله يحطها على ماء هناك عنده مثلا شوف يشرب جماعة كلهم جماعة كلهم ممكن يحطها في خزان للقرية يحطها في خزان والعلم أثبت أنه ما كانوا يسووه الحجاج هذا بنيتهم سبحان الله أنه كان صحيح أنه هذه يعني ألف زي هذه تعبيها أصبح سبحان الله أيوة لأنه زمزم مهيمن على المياكة مهيمن على المياكة خاصية فكانوا ينقول وهذه طبعا برضها قطعة أثرية قطعة أصلية أصلية قديمة كانت من القطع شاهد فيه زي بلاستيك هذه قريبة طبعا بعد كده زي ما قلنا إحنا التطور في العمل كان مستمر يعني خلينا نجيب الأشياء طيب حلو طبعا بعد انتقال من مرحلة السمكرية والدوارق وقفل الخلاوي هذه واشتغل المكتب بدأ بدأت بدأت عجلة التطور نعم مستمر ومكتب الزمازمة هو تحت إشراف مباشر من وزارة الحج أوه ما شاء الله حلو والجهات الرقابية بتشرف وبالتابع وحريص أنه لابد أن يكون بتطور مستمر فبعدما أول ما بدأوا الناس يستخدموا البلاستيك استبدلوا موضوع المعدنية بالعبوات البلاستيكية وتأدي نفس الدور وتأدي نفس الدور طبعا وبعد كده أصبحت السوقية أتلغت الدوارق تماما والدوارق الدوارق ودخلت موضوع الجوالين ما شاء الله شايف مكتوب عليها مكتوب عليها إهداء مكتب الزمازمة هذه كانوا الحجاجي يأخذوها معهم لما يسافر يا سلام هذه طبعا المرحلة دي إحنا اللي اشتغلناها آه ما شاء الله وعاصرنا العمل فيها وبرضا كانت مرحلة متعبة صراحة لأن مكة يعني الله يعمرها يعني هي حواري وبيوت في جبال وزقة وزقة وكانت كثير من البيوت ما توصلها السيارة فإحنا كنا نوصل اللي هو كان الجالون اللي أكبر من هذا ابو عشرين اللي تر نفس النوعية هذا ابو خمسة مكتوب عليه مكتب الزمازمة فكنا نعبي أن الحاج يأخذ لازم يوميا لتر ونص التوزيع التوزيع لتر ونص حصة الحاجة حصة الحاجة في مكان سكنة توصلوا لحده توصلوا لحد ما شاء الله من الزمزم من الزمزم فكنا نعبي هذه الجوالين يدوي بالليات براميل ونعبي تتعبوا يدوي ونيتات ومعنا طبعا العمال وتطلع ساكن في جبل في جبل عمار ساكن في المسفل جبل الأعلى جبل الشراش جبل الشراش تطلع للحاج وفي ناس تراقب ورانا من الزمازمة كذا لجنة يا سلام رقابة ومتابعة رقابة ومتابعة وتتأكد تشوف الحاج ويسألوا الحجاج ويصل ما وصل من اليوم ما هذا يقوله ويدخلوك لو أنه حاج مثلا سهوا أو راح أو شيء بتكون فيها محاضر وفيها تحقيق وكلا تحقيق وفيها مساءلات وفي نفس الوقت أنت تحرص أنك توصل بنظافة يا سلام لأنه أنت بتوصل لكل الحجاج اللي في مكة لو لا سمح الله حصلت أي مشكلة أنت بتسوي كارثة فكان الحرص ومن فضل الله لم يسجل أي حالات من هذه الأمور الحمد لله فكون ننشيلها بالوناتات أو بالدينات وتوزعها ونوزعها وكيف تعرف أن الحجاج سكن وقبل الحجاج لأيجو تفضل تلف الحواري وتطلع وتعرف وتطلع حفائر وتروح مسح 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 تفضل تمشي من بيت لبيت بس كانت متعة صراح والله لما نشوف فرحة الحاج والزمزم يعني على بدل العنى هذا كيف كنا نحن مبسوطين نعم في قمة الاستمتاع ونحن نسوي المهمة هذه الله نحن كنا نشوف دعاوي الله والله عجيب سبحان الله يعني أنت لما تعطي الحاج هذا الزمزم مويت الزمزم ترى نحن يمكن بحكم أنه أصبح الزمزم عندنا ناول اليد دائما نعم والحاج أنت بتعطيه حاجة نفيسة لا شك حاجة ثمينة والحاجة النفيسة والثمينة هذه مضطرين نوقف عندها الحلقة انتهت الله يسعدك الله يبديك جمال الحديث ما شاء الله وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة بإذن الله شاهدية الكرام زي ما انتم شايفين يعني كيف وصلنا بسرعة لآخر الحلقة لكن بإذن الله تبارك وتعالى نوعدكم اللقاء القادم يكون كمان أجمل وأروع فلا تتأخروا على متابعتنا في وداعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال مد السناء إلى الدناء وغيوث رحمته أسان نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال مد السناء إلى الدناء وغيوث رحمته أسان وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال كالكون زينه الهلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر